اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله هذا المجتمل على تمثيل للمؤمنين كل المؤمنين انهم ليسوا اناسا اشتاة متفرقين انما هم مثل جسد واحد هذا الجسد الواحد اذا عرض له عارض من العوارض وهذا كلام يفهمه الاطباء قبل غيرهم من الناس اذا ما عرض للجسد تغير او مرض فان اعضاء الجسد كلها تستنفر وتكون في حالة اشبه ما تكون بحالة الطوارئ فالمؤمنون في توادهم الذي ينبغي ان يكون على خير ما يكون التواد وعلى خير ما يكون التراحم وعلى خير ما يكون التعاطف هذا ما مثله الا مثل الجسد الواحد فكأن المؤمنين جميعا تجسدوا بانسان واحد ذي جسد ما ان يعرض له عارض من مرض او صداعا او حما حتى يكون الجسد كله متأهبا ومتألما تداعى هذا الجسد بكل اعضائه وكل اجزائه فلا العين تنام كما يطيب النوم ولا الاذن تسمع كما يطيب السماع ولا حتى المذاق للماء الذي يشربه الانسان فمن يكذاف من مر مريض يرى مرا به الماء الزلالة كما يقول المتنبي في بيته فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فما الموقف المطلوب اذا من المؤمنين الموقف المطلوب من المؤمنين ان يكونوا كأنهم جسد واحد يألم هذا الجسد كله لعضو من اعضائه اذا تألم ويفرح هذا الجسد كله لعضو من اعضائه اذا تنعم هكذا حال المسلمين ألم يقل القائل كنوا جميعا يا بني اذا اعترى خطبا ولا تتفرقوا احدا تأبر رماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احدا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يهيب بهذه الامة فيقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من بات شبعان وجاره جائعا الى جنبه وهو يعلم هل يترى المؤمنون على هذا المستوى الذي اراده لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بان نكون متفائلين ومأمورون بان نحسن الظن ولكن الذي يتبصر الامور على حقيقتها يجد وللأسف الشديد ان كثيرا من المسلمين يعتنون بامورهم التافهة وكمالياتهم اكثر مما ينبغي وتكون الاف البطون الجائعة عن يمين وشمال منهم وهم لا يعلمون واذا علموا لا يتأثرون واذا تأثروا واذا تأثروا لبعض الوقت فانهم لا يبادرون الى سد جوعات الجائعين ولا رد الهفات الملهوفين وانا لله وانا اليه راجعون فيا يريد لهم ويشد من أزرهم ويأخذ بناصرهم ويدعوهم الى الهدى وإلى سلوك الطريق القويم المستقيم ان شاء الله تبارك وتعالى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم فأما التواد فينبغي أن يحب المسلمون بعضهم بعضا وحريا بالمسلم إذا أحب أخاه أن يعلمه وأن يقوله أني أحبك في الله وينبغي أن يقول له شاكرا أحبك الله الذي أحببتني من أجله فالحب ضروري بين المسلمين لأن بالحب قامت السماوات والأرض وما أجمل تلك العبارة التي قالها شيخنا علي الطنطاوي في كتابه صور وخواطر لو لا الحب ملتف الغصن على الغصن فوق الرابية ولولا الحب ما عطف الضبي على الضبية في الكناس البعيد ولولا الحب ما تفتق البرعم ولما كانت الزهرة ولما كانت الحياة ثم قال بالحب قامت السماوات والأرض الحب ميدان أكبر من حب ذكر لأنثى الحب فيه الخير وفيه الوئام وفيه السلام وفيه إفشاء المحبة وفيه بالابتسامة وفيه إرادة الخير للغير وغير ذلك فهو ميادين واسعة ما أجملها وما أفضلها وما أنقاها وما أتقاها وما أبقاها ونعوذ بالله من حلول الكراهية محل الحب فمثل المؤمنين في توادهم عندما يود بعضهم بعضا وتراحمهم عندما يرحم بعضهم بعضا ومطلوب منهم أن يرحم بعضهم بعضا يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء إذا ما رحم الناس بعضهم بعضا استدعى هذا إلى أن يرحمهم الله تبارك وتعالى وتعاطفهم أن يعطف بعضهم على بعض ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه وإلا الحب ليس كلاما يقال والتعاطف ليس كلاما يقال والتراحم ليس كلاما يقال إنما هو فعل وتنفيذ على صعيد الواقع فإذا ما كان المؤمنون محبين لبعضهم بعضا ومتعاطفين مع بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا كانوا حقا أشبه بجسد واحد ولما يكون المسلمون جسد واحدا تكون هناك المنجزات وتكون هناك المعجزات تكون هناك الانتصارات يكون هناك الخير يكون هناك الربيع تكون هناك الحياة على خير ما توصف به حياة البشر والعياذ بالله إذا كان الأمر على خلاف ذلك الأمر الذي يذكر بقول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذيب إذ عوى وصوت إنسان فكت أطير الإنسانية البعيد عن الإسلام البعيد عن الحب البعيد عن البر البعيد عن الخير البعيد عن الكرم الإنسانية البعيد عن هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ربما تكون حيوانية الحيوان خيرا منها فإنسانية الإنسان بلا إسلام أشد فتكا من حيوانية الحيوان لهذا لا إنسانية بغير إسلام والإنسانية الفقيرة العارية المجرد من الإسلام ليست إنسانية حقا الإنسانية الحقا هي التي عرفت الله واهتدت بهدي رسول الله وعملت بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله وكانت على وفق مراد الله تبارك وتعالى فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد الجسد الواحد قوته واحدة إرادته واحدة رغباته واحدة اتجاهاته واحدة فما أجدرنا ونحن في أزمنة الانحسار والانكسار ما أجدرنا أن يكون المسلمون جسدا واحدا لا تمزقهم أهواؤهم ولا يكونون إذا حسبوا جميعا كانت أحوالهم شتى هذا ليس من حال المسلمين وليس من وصف المسلمين هذا وصف أعداء المسلمين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فمفهوم المخالفة يقتضي أن يكون المسلمون تحسبهم جميعا وقلوبهم على قلب رجل واحد هكذا أراد الله تبارك وتعالى لعباده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها وهكذا أراد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم لأمته فضرب هذا المثل فإذا كنتم يا مؤمنين فإذا كنتم مؤمنين أيها المؤمنون فكونوا كما وصفكم فإذا كان واقع الحال على غير ذلك إذا لم يكن المؤمنون متوادين ولم يكن المؤمنون متراحمين ولم يكن المؤمنون متعاطفين أيصدق عليهم حينئذ وصف المؤمنين الجواب لا إذا كانوا متفرقين أشتاة وكان يكيد بعضهم لبعض ويحارب بعضهم بعضا ويحيك الدسائس والمؤامرات بعضهم لبعض فليسوا جديرين بوصف المؤمنين فما دام الله تعالى لما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون طيب الذين يوصفون بالمؤمنين وليسوا في صلاتهم خاشعين لا يكونوا جديرين بوصف المؤمنين وكذلك الحال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد فإذا كانوا جسدا كانوا مؤمنين وإذا كانوا أجسادا مشتتة مفرقة يكيد كل منهم لأخيه المسلم ويضمر له الشر ويكيد له العداوة والإحنى والأحقاد ما كان ذلك بمؤمن حقيقي ولو كان له من وصف الإيمان ما هو ظاهري فحسب العبرة لحقائق الأشياء في بواطنها وليست بأشكالها وظواهرها وسواترها اللهم وفقنا لأن نكون مؤمنين حقا واجعلنا يا ربنا جسدا واحدا يألم لآلام إخوانه المؤمنين ويفرح لأفراح إخوانه المؤمنين ويسر إخوانه المؤمنين حتى نكون مؤمنين حقا مقبولين عندك إنك يا ربنا ولي ذلك والقادر عليه اللهم صلي وسلم وبارك وعظم على سيد المؤمنين وإمام المتقين محمد بن عبد الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة